حدث في منتهى الأهمية بقى المحمدي في مباراة الإسماعيلي النهاردة وقع للأسف وقع وقع جمدة شويتين عملية الارتجاج في المخ بدأنا نتخض بدأنا نخاف في مباراة غزة المحلة بدأنا نقلق بعد الإصابة بدأت الناس تتوتر دخلت عربيات دخل الناس وخدته عربية الإسعاف وراح عمل أشعة بسرعة بعد ما غادر المباراة والأشعة الحمد لله أكدت سلامته إنه ما فيش أي مشكلة الحمد لله الحمد لله الحاجات دي بتوقع القلب بتخوف بس تعال بقى معايا بص الصورة دي بص النجم الكبير بص الأسطورة كابتن حسني عبدالربو بص الموقف اللي عمله الكابتن حسني عبدالربو اللقطة كان فين بقى فيه لقطة حسني عبدالربو شايف باهل المحمدي نازل وهو مصاب وهو عنده ارتجاج في المخ وعمال يزعق له بيقول له ارجع بيقول له ارجع ما تنزلش الملعب تعالى الولد وقع تاني أول ما نزل كابتن حسني عبدالربو كان عمال يسرخ مدير الكورة الراجل اللي فاهم الراجل العائل الراجل اللي عنده إنسانية بيجري عليه والراجل هاتوا يا جماعة تاني المماشرة بتاع كابتن حسني عبدالربو بص المنظر عمال يزعق يا ابني ما تنزلش يا سنة ما تنزلش انت تعبان انت مريد بص حتى رد فاهم الكابتن حسني عبدالربو بعد ما نزل هو مش مصدق هو عايز ينط جوه الملعب عايز يخش جوه الملعب عايز يلحقه وبصراحة كل لعب لازل يعني حلوى الروح حلوى الروح باهر المحمدي وحماس باهر المحمدي وانه عايز يشارك مع فرقيته وانه عايز يكسب فرقيته وانه هو لعب كبير في النادي الإسماعيلي واحد من كبات النادي الإسماعيلي كل ده حلو بس يا عم صحتك أهم صحتك وحياتك أهم من أي شيء في الدنيا طبيعي يا بديهيات حرام عليك نفسك الراجل كابتن حسن عبدالربو أنفاكر من كم مباراة كده حصل مشدة كده بين باهر المحمدي وكابتن حسن عبدالربو في الملعب أول ما تولى كابتن حسن عبدالربو المهمة شوف النهاردة العلاقة عاملة إزاي بين اللاعب ومدير الكرة الاسم الكبير التاريخي في الكرة المصرية كابتن حسن شوف العلاقة عاملة إزاي شوف الخوف عليه عامل إزاي هو طبيعي دي حاجة إنسانية بعيدة عن أي مشاكل وأي خلافات بس الأمور في الإسماعيلي أصلا على بعضها كده بتتحسن بتتحسن العلاقات بتتحسن الكرة بتتحسن النتائج بتتحسن لإسماعيلي بيرجع تاني إسماعيلي والأمور بدأت كثيرا تتحسن في كل شيء